اليوم توقعات الأساسية لسنة 2022 والأهم والأبرز من مقتطفات للدول العربية والأوروبية والأحداث والكوارس التي تتراكم على الدول العربية وخاصة لبنان نبدأ بلبنان السنة الأصعب التي ستمر في الشهر الأولى من السنة هي الأحداث المتكررة على الطرقات والتسكير العام وعدم التوافق من ضمن الوضع الوزاري والمجلس السنية ببيئة واحد أول شيء ستكون رعاية الانتفاضة ضمن الأحزاب بالشهرين الأولى من السنة والنزول إلى الشارع بقوة وسيكون سببها هو الارتفاع الفاحش بالمواد الأولية والدولار والعمل اللبناني نحكي عن الانتخابات هي الأبرز السنة ستكون أقوى انتخابات عالميا ستحدث السنة وستكون الأعنف وهناك خسائر كبيرة للأحزاب من ضمن الانتخابات ستكون تحدي كبير فيها إذا حصلت ولكن ستحصل بسبب وضع البلد والدولة بآن واحد عندك تغييرات كبيرة في مجلس النيابي ستكون وجوه جديدة وغير مألوفة على الشاشة وعلى الساحة السياسية أوضاع أمنية غير مستقرة ستبدأ أساسا من الشهر الأول من السنة من 15 شهر بداية في الشهر الأول أحداث على الشارع والتسكير والطرقات أعتدنا على رؤيتها دائما ولكن بالوقت الحالي سنرى أماكن فيها السلاح علني سيظهر في الشارع من شهر الأول والشهر الثاني من السنة حال حالة بالوضع الاقتصاد والوضع اللبناني والدولار يبتدئ من الشهر الرابع أول شي سيكون هناك عدة النظر بوضع دولار والسقوط للدولار درجات تسوية درجة درجة أساسية ولكن لن يكون هبوط بقوة حفاظا على الليرة اللبنانية بمساعدات لبنانية وعربية بآن واحد تبدأ شهر الثلاثة وأربعة وخمسة من السنة وهناك توافق بتسوية وضع الخليج العربي ورجوعه إلى حضن لبنان إلى القرارات الأساسية بالمصالحات العامة من دول الخليج للبنان والتسوية بها وخصصي على عدم الضغط على الأحزاب اللبنانية بالمصالحات مشكلة مرفق بيروت السنة اكمل في التحقيق ولكن لم يعطي أي نتيجة كاملة بتسوية الكشف الحقيقة الكاملة للتفجير هناك تغيير في المناصب الأهم العسكرية والمراكز الأمنية من أعلى المستويات كأمن داخلي والجمارك والأهم شيء قيادة الجيش وسيكون هناك تسوية وضع الرتبة والراتب لهم في هذه السنة الأهم تصادم كبير ما بين قوى الأمنية والمتظهرية في الشارع أبو الشارع الأول والثاني من السنة سيكون الأعنف فعلا هذه السنة حصول احتكال كبير في الوضع الأمني والضبط بيد الدولة ونراء هذا الموضوع تكون السنة الأهم اعتقالات للمطلوبين للدولة وحجز الأملاك التي كانت تملكها المطلوبين ومراجعة الأمن في هذه القرارات سيكون الأهم والأسرع السنة كشف خلايا إرهابية ولقاء القبض عليها قبل عمل بأي عمال تخريبية في الدولة وذلك بقوة القوة العسكرية والقوة الأمنية رزوء أحداث المخيمات إلى الشارع وظهرها بقوة والتخوف من سكان المخيمات على انتشارها وسيكون هناك دولة الجيش اللبناني بحصر هذه المشاكسات ضمن المخيمات والقاء القبض على جزء كبير من المطلوبين من ضمن المخيمات وعقة الصحية للرئيس ميشيل عون السنة تسبب التخوف بأمام القصر الجمهوري بأول هناك تسكيل الدولة اللي أكثر من المرحلة بسبب انتشار الفيروس لأنه العدد الأقصى يتحدى الحدود الغير معقولة لا يوجد أي حرب على الجفة الشمالية بين إسرائيل ولبنان ولكن ستكون بعض المناوشات ما بين الطرفين اللي أكثر من المرحلة ستكون على أيام قليلة وليست كأيام طويلة للمدى هناك حل أساسي بسبب الحدود البحرية ستنتهي السنة بالتوافق الدولي عربي أوروبي وأنهاء هذا المشكلة الصراع ما بين إسرائيل ولبنان إعادة النظر في الأملاك المتواجدة الأملاك البحرية وعطاء الحق الكامل وحقهم للبنانيين بالأبار المتواجدة ضمن البحر إعادة النظر في المصارف لموضوع الموضوعين الصغار وابتداء من الشهر الرابع يمكن هناك حلول أساسية لهم بإعادة جزء من أموالهم من أستاطية ضمن البنوك والمصارف أهم شيء خوفاً السنة هناك حدث مهم جداً 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 وسيسبب مشاكل وخوف وتخوف في مطار بيروت ولكن لنسبب على أي أزية لأي شيء من المواطنين اللبنانيين وفاة نائب ووزير سابق بنقصة صحية ليست بمرض مهم ولكن نقصة صحية مفاجئة وفاة فنان لبناني مهم وجدير ورجل مهم جداً للساحة الفنية اللبنانية ستزاول الوزارة عملها اعتباراً من 15 واحد وما فوق لإعادة ترميم الوزارة والإكمال لإنهاء وقت الانتخابات سنبدأ بسوريا والعالم العربي بآن واحد سوريا ستكون الأنظر المحطة السنة الأهم والمحطة التي ستجمع الدول العربية كافة من بناء الأعمار والتحسين من وضعها المادي والمعنوي وتأسيس دولة أساسية مفتوحة على العالم العربي ككل وخاصة ستكون هناك انفتاح على لبنان بالوضع الاقتصادي وفتح الحدود الأساسية الشرعية ما بين كل الدولتين بالتوافق ما بين الأطراف السياسية الكاملة جزء من وضع الإرهاب ما زال موجود في سوريا ولكن لن ينتهي السنة سيكون تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد الحل السلمية ولا يريد دماراً أكثر من ما حصل سابقاً هناك تغيير في المناصب السورية المهمة ومن أعلى المراكز في البلد والأهم بند لسوريا عودة سوريا إلى الحضن الجامعة العربية بآن واحد تركيا سقوط تركيا بالوضع الاقتصادي والأهم وسيكون هناك انتقادات لأردوغان بقوة من جميع الأطراف إن كانت عربية أو أوروبية وسيكون وضعها متأزم السنة أكثر من أي سنة مرة وسيكون هناك عمليات ضمن تركيا إرهابية متقطعة من مناطق لمناطق ومنوشات ما بين الأكراد وتركيا اهتزازات أمنية لأكثر من مرة بتركيا هذه أرضية تسبب بدمار في منطقة شمال تركيا بأور إيران ستكون الأوفر حظاً هذه الدولة السنة في التوافق العالمي والعربي وستكون محط أنزار العالم ككل بتسويط وضع الزرة ووضع دخولها بضمن الخليج العربي والتسوي والمصالحات مع الخليج العربي ككل وخاصة السعودية منها وسيكون هناك بعض المناوشات السياسية أكيد ليس هناك أي حرب بين إيران أو إسرائيل مظاهرات لأكثر من مرحلة بإيران ضد نقاط ضد الحكم وضد الوضع الاقتصادي في إيران عمليات إرهابية ضد الحرس الثوري ستظهر لمرة واحدة ولن يكون مؤثر سبب أساسي عليها من وراء هذه الوضع الإرهابي الذي سبب اهتزازه بوضع إيراني للحرس الثوري زلزال أو يهز شمال إيران بسبب أضرار كبيرة سيستعين بالدول الأخرى لمساعدتها العراق لأول مرة كل أنظر العالم تتجه إلى العراق وأسواقها التجارية في نجاح الانتخابات وفرط الأحزاب وسيكون العراق دولة واحدة بدون أحزاب السنة وسيكون هناك دولة زادة سيادة مهمة وتدخل على العالم العربي من الباب الوسيع لها اقتصادياً ومادياً وسيتعطي تسوية لفتح أبواب لعمل شركات أجنبية وعربية ضمن العراق لإنشاء اقتصادها من جديد عملية إرهابية خفيفة جداً ليس كما حصل في السابق وليس هناك أي عمليات تخريبية ضمن العراق في 2022 السعودية الدولة الأوفر حظاً بهذه السنة من تحسين الدول والانفتاح على كافة الدول العربية والأوروبية بقوة ومصالحات عربية قوية ودخولها إلى لبنان من الباب الوسيع لتسوية الأوضاع ما بين الخليج وبين لبنان تغيير في المناصب العالية المناصب الكبيرة في المملكة وخاصة بالأعلى المراتب في السلك الدوليوسي والسلك العسكري ليس هناك أي عمليات إرهابية على المملكة السنة ولا تخوف عليها من أي أمر طارئ من هذا الموضوع وفاة شخصية كبيرة جداً 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 في المملكة رجل مهم هو سبب تغيير في المناصب العالية ضمن المملكة والأوفر حظاً السنة هي للمرأة السعودية التي ستكون مشاركة العمل مساواتاً مع الرجل ضمن السعودية وستكون الأهم في المساوات ما بين الطرفين الحظ الأوفر لهم مصر ستكون السنة الدولة هي التي ترمم نفسها اقتصادياً ومادياً وعملياً مصر للمصالحات العربية الكاملة وسيكون هناك الصيحة والتجارة عربياً بقوة السنة بعض التطرف يؤتي إلى بعض اهتزاز أمن من وراء الأقباط تحصر بيد الدولة بقوة بعض الشغب لأيام في مناطق متعددة من القرى المصرية بسبب الاقتصاد والوضع الانهيار المادي الصعب تغييرات في مناصب ضمن عهد الرئيس وتعطيها الأول كاملة أن يكون رئيس مميز السنة من وراء دخوله إلى الدول العربية الأهمية العربية والأجنبية بالمساوات والمصالحات تحت رعاية الرئيس المصري حدث مهم جداً جداً بالبحر سيسبب حزن شديد جداً لمصر اليمن الأصعب السنة في المعارك وهي ضمن الأسوأ مادياً والأمراض الصعبة التي تكون في ضمن اليمن ولن تنتهي المعارك منها السنة ولن ينتهي فيها الدمار في البناء التحتية والاشتباكات الداخلية ما بين الحسيين والمناهدين ضد الحسيين ستكسف عمليتها الأرهابية ضمن اليمن ستكون السن الأسوأ 2022 فلسطين السن الأصعب وستعود غزة للواجهة واختيالات وعمليات فردية ضد الإسرائيليين في الأماكن المقربة من الأدس وتصعيد مفاجئة من عمليات الاختيار كوادر للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تسبب بالقسف الأعنف من الإسرائيليين على غزة والارتداد من المقاومة الفلسطينية ضد الإسرائيليين تسبب خوف للمواطنين الإسرائيليين ضمن مناطي السكنية المقربة من الحدود لغزة استقالات نواب فلسطينيين بسبب العنف الإسرائيلي على أثر الأحداث اعتقالات بأول الناشطين سياسيين ضمن غزة من الكوادر المقاومة الفلسطينية أمريكا سنبتدي بالدول الأوروبية أول شيء أمريكا لن تكون سنة الأوفر حظة سيعاد الإرهاب لديها ومن الباب الوسيع وحركات شعبية ضد العنصرية السود والبيض وتصادم الأكثر من المقاطع بهذه الموضوع وبهذا الأسلوب التعصفي الذي يبدأ به العنصرية بين السود والبيض إعادة قوات الأمريكية المتواجدة ضمن الدول المنتشرة بالدول العربية وإعادتها لأول مرة إلى بلادها ورجعها إلى مراكزها ضمن النقاط العسكرية فيضانات بقوة بمناطق القريبة من المناطق فيرجينيا والميسيسيبي ولوس أنجلوس السلوج ستقطع ما بين المقاطعات الأمريكية بقوة السنة لأيام عديدة تقطع وصال أمريكا عن بعضها بسبب كسف السلوج وانهيار فيها الكهرباء ودمار في البنية التحتية القريبة من الأنهر وتسبب الزعر لدى الدولة في أمريكا الأهم الأهم عالميا انهيار الاقتصاد العالمي سيكون مفاجئ للعالم بسبب انتشار الفيروس العالميا لأول مرة من سنين تخرج فرنسا من إرادتها الداخلية والاقتصادية والمظاهرات ضد الرئيس يكون الرئيس أول رجل سلام اليوم في المناطق العربية والأوروبية لتحديد مصير انجاحه في الرئاسي وستعود فرنسا تواجه المظاهرات والعنف ضمن الشوارع الفرنسية والمناطق الداخلية بسبب البطالة والعمل والاقتصاد السيء ظهر الإرهاب من جديد في الدول الأوروبية في فرنسا من قبل المتشددين يسببون الزعر في المناطق السياحية والمناطق السكنية ضمن فرنسا روسيا وهي اليوم الأهم على الساحة الدولية الرجل الذي بدأ يغزو الدول العربية بسلاسة وزكائه رجل العام لن يعلن الحرب على أوكرانيا سيعالج الأمر سياسيا ولكن هناك بعض المناوشات على الحدود الطرفين ولكن هناك أحداث متسارعة بالمدن المنشقة للاتحاد السوفيتي كمظاهرات عنيفة وانشقاقات بسبب الاقتصاد والوضع المادي المتدهور في ذلك المناطق لذلك سيرسل جيوش شبه حفظ السلام إلى المناطق المنشقة عن مناطق الاتحاد السوفيتي لا تخوف على المناطق الأوكرانية من المناطق الروسية أو من حرب دائرة ما بين الطرفين ألمانيا السنة الأصعب لها من أول شيء القاء القبض على الأرهابيين مجموعات متراكمة متجمئة مجموعات من الأرهابيين النائمة ستلقى القبض عليها في العاصمة لأكثر من خلية ستمر ألمانيا بأزمة اقتصادية لم تحصل سابقاً وما يؤدي على انهيارات بعض المؤسسات بها من وراء الاقتصاد ومن وراء الوضع المتواجد في المادة والمال والفيروس الذي سيغزو المنطقة من وراء الأمراض وانهيارات بهذه المنطقة السنة ثلاث طائرات مدنية سقوط يعني ليس محددة لأي دول كانت ثلاث طائرات مدنية سقوطها بعطال فنية وليس بعمل إرهابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر